تعالوا نشوف اول سؤال عندنا بيقول ايه اللي وصلنا من حضراتكم السؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال جوزي كان بيتخانق معايا وكان صعب جدا جامد جدا يعني وكأنه كان عصبي جدا في الوقت ده وقال لي انت طالق لما هدي قال ده كان وقت عصبية اعمل ايه والحل ايه وانا عندي اولاد السؤال ده مهم جدا جدا وانا اكلم اهمته لثلاث اسباب السبب الاولاني اهمية السؤال ده لانه هو سؤال متكرر ومعنى انه هو متكرر يعني ايه الناس محتاجين شوية معرفة في هذا السؤال الناس بتفتكر لما نقول لهم ان سؤال الطلاق مش هنجاوب ليه للستات هذا تمييز ضد السيتات والست بتقول ده انا عندي المشكلة انا اللي عايز اعرف هو احنا انا عايشة في حلال والحرام هو مش ههمه الموضوع ده اصلا انا اللي عندي المشكلة ولذلك بنقول اه صح انت عندك مشكلة بس المشكلة دي مش انت اللي متسببة فيها مشكلة دي اللي تسبب فيها زوج حضرتك فلازم هو اللي يحلها لازم مصدر الحل يكون منه هو مين اللي تلفز بلفز الطلاق؟ هو فلازم مين اللي يتسئل عن الفز الطلاق؟ هو يبقى هو مين الطلاق عندنا بيحدث بارادة منفردة بارادته هو طب بيحدث بارادة منفردة ليه؟ ليه؟ ده رحمة بالمرأة ان هو باعتباره راعي للبيت ومسؤول عن البيت لازم قرار الانفصال وقرار البقاء يكون هو مسؤول عنه كتير من الستات ما بتبقاش واخدى بالها وهي بتقول اني ليه الطلاق بيكون بييد الراجل؟ الطلاق بيكون بييد الراجل لانه هو راعي للبيت مسؤول عن البيت فلذلك هو اللي بيتلفز بلفز الطلاق فهي بتقول لي طيب اذا كان هو مش قادر يحافظ على البيت وهو أرعن وهو مش كويس وهو بيتعصب كويس ما عشان كده ربنا جعل فيه حياة ما الفتور ودي مسألة تانية بقى يبقى المسألة الاولينية ايه؟ ان الطلاق ده ربنا جعله مش تكريم الرجل ولكن مسؤولية للرجل مسؤولية ليه؟ لان الرجل ده لازم يحافظ على البيت ده فجزء ان الطلاق يبقى بيلافظ الرجل مش بيلافظهم هما الاتنين زي الجواز الناس طبعا بتفكر بتقول لي تبليد طلاق ما يكونش زي الجواز هو يقول لي انا طلقتك وانا اقول قابلت لان ده جزء فيه توزيع لمسؤوليات مسؤولية الحفاظ على الاسرة وعشان كده هو بينفق مسؤولية رجالي مسؤولية الرجل فهو لازم يحافظ على الاسرة طيب كون بقى فيه رجالة عندهم خلل في استخدام الطلاق وده كان فكرة قديم من عادة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ده قديم لدرجة ان سيدنا عمر كان الناس بتطلق تلاتة فجعل التلاتة تقع واحدة على التفسير الصحيح اللي احنا بنتبنى ليه قال هؤلاء قوموا استعجلوا امرا فيه كان لهم فيه انا يعني ربنا مدينهم ساعة مرة واثنين وثلاتة فإيه اللي حاصل فهو بيستعجل فبيخليها تلاتة بواحد فبيقولك هؤلاء قوموا استعجلوا امرا كان لهم فيه انا يعني كان لهم فيه سحة وفيها تأني فجعل التلاتة الثلاثة تقع واحدة اذا المعنى ده والحكاية دي بتحصل من زمان طب ما نخلي نجدد في التشريع ونخير لا مسألة مش كده خالص مسألة ما تجيش انتو بتتكلم عن عن الشريعة بدل ما تعلم الناس وتقاحل الناس وتوعي الناس ما تعملش خلل في بناء الشريعة خلل في الادوار في المسؤولية الزواجية احنا لما عملنا خلل بس وخلينا الست تشتغل وظائف الرجل والمرأة في التربية الست استهلكت انت عارف ان انت لو خليت مسألة الطلاق ده بيدي الاتنين شوف كده لما الستات توسعت مثلا في الخلع حصل ايه كتير من الستات بتتندم اذا كل حاجة لازم تكون بايه كل واحد يقوم بمسؤوليته فالرجل مسؤوليته ان هو يكون مسؤول على ان ايه ان ايه الطلاق طب لو حصل ضرر بقى بقى عندنا وسائل تانية بقى الطلاق للضرر والخلع والحاجات اللي زي دي الحاجة التانية بقى عشان المسألة كده والرجل يكون غطبان او مش غطبان بقى فيه حاجة يسمع الفتوى في مسألة الطلاق مسألة الطلاق كلها ان واحد طلق حد محدش يروح يقرر من الكتاب مسألة الطلاق فيه حاجة تتعلق بالفتوى فيه فرق ان انت تتعلم المسألة دي في الكتاب الفقه وتتعلمه وتبقى خليقه حتى لو انت خليق كلية من كليات الازهر ده ما يعنيش ان انت هتقدر تفتي في الطلاق عشان تفتي في الطلاق محتاج تأهيل جديد ليه؟ لان انت لازم تتحقق والتحقق في مسألة الطلاق امر مختلف وفي مسألة معقدة في الطلاق زي فقد الادراك وفقد الاملاك وكل الكلام ده محتاج لتحقيقات التحقيقات دي كلها تحقيقات مهنية فنية وعشان كده اكتر حاجة بتبقى مهم ان احنا نكون حارسين فيها والراعي ربنا فيها فيه احنا بنتكلم في الطلاق واحنا بنتكلم في الفتوى هي مسألة الطلاق لزيك انا محبش ان الناس تتكلم في الطلاق كده مباشرة على الهواء لان المسألة محتاجة ايه؟ محتاجة شوية تحقيقات بحاجات ممكن ما تنفعش ان احنا نسأل فيها على الهواء او الهواء ما يستسعى لهاش يبقى تاني حاجة ان الطلاق محتاج فتوى والفتوى تكون لي مين؟ الفتوى بالزبط زي العلاج لازم تتحط المين لصاحب المرض مين صاحب المسؤولية؟ الزوج يبقى الفتوى لازم تروح لمن؟ في الطلاق لتكون روح للزوج فلازم الزوج هو اللي يسأل الحاجة التالتة بقى أرجوكي في الطلاق أرجوكي في الطلاق ما تروحيش تسألي اي حد خالص اتصل بمينة وسبعة ويسأليه عن ما مش يسأليه خلي جوزك يسأل لان الزوج والمسؤول الطلاق دوة فتوى لازم صاحب الطلاق هو اللي يسأل فخلي زوجك اضغطي عليه لغاية ما هو يسأل في مسألة الطلاق يسأل مينة وسبعة عشان نقدر نفتي حضرتك في مسألة الطلاق كلام ده مهم جدا 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 ولازم نلتفت إليه عشان نقدر الكلام قوي اتصل بنا عن تريفون لازم يكون فيه اتصال مباشر عشان نقدر نتحقق من اللي حصل وقت التلافذ بالطلاق واحد يقول لنا طبما طبما انتو بتحبوا تسهلوا الدنيا كده طبما تقول لها جوزك ما اتطلقش دي كانت عصبية وخلاص زي ما بعض الناس بتعمل والله ده ما يرضى ربنا لأنا لازم اتحقق من المعاني الذي بها لا يقع الطلاق كما أنني لابد ان اتحقق من المعاني الذي يقع بها الطلاق إذا كان الطلاق واقع يعني انت بتعمل ايه بتبقوا حرصين بتوزنوا ابنوزن لان مسألة الطلاق دي أعم موطن من مواطن الاحتياط في الشريعة لان الشريعة كانت تحتاط في الاتنين اللي هم سبب الحياة تحتاط في المسائل التي تتعلق بالفروج يعني تتعلق بالعرض وتتعلق بالأسرة وتحتاط في الأشياء التي تتعلق بالدماء اللي هو بالحياة يعني كل ما تتعلق بالحياة الشريعة بتحتاط فيه فلازم نكون واضحين في التعاون مع مسألة الطلاق بهذا الشكل اللي أقولت لحضراتكم